السلام عليكم معكم سعيد ظاهر قبل ما نبدأ اذكر الله وصلوا على النبي لا اله الا الله اللهم صلي على سيدنا محمد واذا ما صليت تروح صلي وارجع كمل الفيديو وعملنا لايك وشير واشترك في القناة وفعل الجرس مشان يوصلك كل جديد ولا تنسانا من دعواتك طبعا السيت اوب الجديد لمباراة اليوم شاء الله الجزائر والسانيغان نهائي امم افريقيا بس هذا الفيديو مش عن المباراة هذا الفيديو عن فيفا 20 او اي اي سبورت نزلت تريلر جديد عن الجيم بلاي او الجيم بلاي والشغلات اللي موجودة او اللي طوروا عليها في اسلوب اللعب في الفيفا 20 وزي ما بنعرف فيفا 20 ان شاء الله رح تنزل بي 27 تسعة 2019 بس انا زي ما وعدكم بالفيديو السابق تبع الفيفا 19 اللي هي طور المدرب اذا ما شفته بتقدر تشوفه من هون او بالاعلان تبع الفيفا 20 اللي موجود بالفيديوهات تحت كمان اذا ما شفته بتقدر تشوفه من هون انا رح اعمل البي اوردر على اللعبة وان شاء الله رح اقدر العبها في 24 تسعة 2019 يعني قبل اصدار اللعبة ترتية بتلات ايام للجمهور وان شاء الله رح تكون موجودة على القناة سواء اذا حبيته بنعمل بعمل فيديو عليها او اذا بدكم بقدر اعمل عليها لايف سننج على يوتيوب من خلال البلاي ستيشن 4 بحاول اجرب قبلها بفترة اذا ضبطت ضبطت ما ضبطت منرجع لشغلة الفيديو خلينا نشوف التريلر مع بعض وبعدين منحكي شو الشغلات او شو الشغلات اللي طوروا عليها اي اي سبورت وفولتا في هاي النسخة من فيفا 20 اه ضربات الحرة اه ضربات الجزاء سلوب جديد ضربات الحرة اعتقد صارت اسهل كمان اميالا اها تكل سلوبج لتتكل الكرة كمان لكنها مفخصاً انتصار فلقد سيتم منصة حلو التريلر في شغلات جديد طرحت ونزلتها طبعاً أنا دورت في الموضوع وجمعت لكم تقريباً إيش الشغلات اللي غيروا عليها بفيفا عشرين طبعاً الأسلوب اللي هو واحد ضد واحد يعني لما يكون اللاعب معه الكرة يكون مقابل ومدافع أو واحد ضد واحد اللي هي الأسلوب اللاعب طوروا عليه أنه رح يعطوا الحرية للمهاجم رح يعطوا المساحة يعني رح يكون مثلاً بالفيفا 19 اللي لعبها أو اللي لاحظ أنه أول ما تستلم الطابة أنت بيجي عليك المهاجم أو المدافع مباشرة أو الفريق الخصم بيجي عليك لاعب مباشرة فأنت ما بتلحق يعني تمرر الطابة أو خصوصاً إذا استلمت يعني فرح تكون الحرية للمهاجم بحرية الحركة وقبل وصول المدافع رح يكون خطة أو رح يكون تاحت المجم أو اللي معه الطابة أنه يفكر في الخطوة يعني اللي لقدام أنه مش بس مرر يعني ممكن مثلاً لما يستلم الطابة ما بعرف شلون كيف رح تكون يعني الميكانيكية أو باللعبة كيف رح يكون طبعاً رح تعمل EA Sport رح تنزل نسخة تجربية مش نسخة تجربية رح تنزل أكيد رح تنزل اللي هو الديمو على البلاي ستيشن أو على جميع المنصات مش فقط على البلاي ستيشن لإتاحة مجال اللعب أنك تجرب الشغلات هاي اللي حطوها أنه كيف تقدر تعملها أو كيف تقدر تطبقها على في اللعبة استخدموا نظام جديد بيسمح للمهاجم تغيير رأيه في آخر لحظة يعني إذا أنت بدك تمرر الكرة على اليمين ممكن تغيرها أو تمررها على اليسار أو تلف وترجع أو تطلع فيها يعني آخر مش إنه مثلاً طبعاً هاي فيه وقت يعني ممكن يعطيك وقت ثاني أو إشي زي هيك أنك مثلاً آه أنا بدي أمرر بعدين لا غيرت رأيه ممكن تستخدم كبسة ثانية أو حركة ثانية تلغي الحركة الأولانية اللي بآخر لحظة طبعاً هذا نظام جديد نزلوه على الفيفا عشرين آه تطوير عملية الدفاع اللي هي التكل يعني التكل صار آه بقدر اللاعب إنه مثلاً لما يعمل التكل المدافع يعمل التكل اللي هي عملية قطع الكرة سواءً بالزحلقة أو بالوقوع أو يعني الدفاع ضد الخصم الكرة رح تروح للاعب من فريقه ما رح تروح مثلاً برا أو ما رح تروح يعني مثلاً تروح لأي مكان عشوائي لا رح يكون فيه لاعب قريب عليه إنه لما تعمل التكل آه يستطيع اللاعب الثاني يستلم الطابق أو المدافع نفسه رح يكون عنده المرونة إنه يقدر يوقف من أول وجدي يعني بيعمل التكل سواء إذا زحلق يقدر يوقف ويتبع الطابق والكرة ويأخذها ويبلش هجم جديدة تطوير عملية اللمس الأخيرة اللي هي الفينيشنج يعني إذا كانت الكرة جايبة عرضية أو مثلاً باص من وراء أو كرة عالية من المهاجمين أو من الدافعين أو من صانعين الألعاب طوروا على عملية اللمس الأخيرة يعني اللي هو إنك تشوت والشوت تكون على القول مثلاً أو تهدد المرمى بطريقة معينة طبعاً حركة الكرة رح تكون رح تكون أكثر واقعية يعني منشوف إحنا بالمباريات العادية لما يشوت الطابق ويعيدوها على البطيء بتلاقي الكرة مثلاً راحت بشكل قوس أو راحت بشكل أو تغير اتجاهها بآخر لحظة أو حسب يعني حسب حركة الطابق أو حسب الشوتة المهاجم شاتها عملية التمرير حطوا كمان أسلوب تمرير جديد اللي هو التمرير الخفي يعني العالي بس المتوسط يعني مش التمرير العالي اللي هي الرفعة العالية التمرير المتوسط اللوب مثلاً ترفع الطابق من فوق لاعب هاي كمان طوروا عليها وبنخلال النظام الجديد هذا وزي ما شفنا بالفيديو ركلات الجزاء والركلات الحرة بالفيفا 19 وبالنسخات اللي قبلها النسخ اللي قبلها كانت صعبة عملية التصويب يعني ضربة الجزاء انت بتشوت بس مش شايف انت الطابق وين راح تروح يعني مش عارف الطابق وين رايحة ممكن انك تشوت تطلع عالية تطلع برة تيجي خفيفة الحارس يمسكها فها يطوروا عليها مثل ما شفنا بالفيديو او مثل ما عم نشوف انه صار بإمكانك تحدد الزاوية راح تشوت عليها صار بإمكانك تتحكم بقوة الطابة بقوة الضربة تتحكم بعملية ركل الكرة طبعا صار كمان أتاحوا المجال انه انت لما يشوت الكرة يعني مش لما تكبس مثلا في الفيفا 19 لما اللعبت ضربة الحرة او ضربة الجزاء خلص اذا انت كبس تشوت يعني تشوت راح تشوت فهو بياخد الامر من اول كبسة طبعا بيركض اللاعب وبشوت بعدين بس في الفيفا 20 حطوا انه توقيت الشوت او توقيت ضرب الكرة راح يكون مباشرة عند لمس الكرة يعني اللاعب راح يركض وانت طبعا هون لازم تكون يعني شوي مركز لانه قبل ما يضرب الكرة ممكن تشوت فانت بتتحكم بقوة الضربة وسرعتها واتجاهها طبعا تجاهها بتكون محدده انت من الاول من خلال معالجات دكية ومن خلال يعني نظام جديد نزلوه على هاي النسخة طبعا هذا بالنسبة لركلات الجزاء الراكلات الحرة راح تقدر تعمل ركلات الحرة من فوق حائط الصد ممكن كمان تعملوا من تحت حائط الصد تعتمد على قوة الضربة على اتجاه الضربة طبعا ممكن تحدد الاتجاه كيف بدك تشوت الركلة الحرة طبعا طوروا على حركات حارس المرمى طريقة صده طريقة اللي هو انه يطلع ويعترض العرضيات الركلات الركنية شغلات كثير في حارس المرمى الحكم كمان اه صار بيقدر يكون جزء من اللعب ما راح يكون حاولوا انه يعملوا حركة الحكم انه اكثر واقعية لانه الحكم ما بيكون واقف بوجتاة بيكون بيختار الحكم بيختار زاوية رؤية من شان يحدد الفاول ويحدد الخطأ ويحدد الشغلات هاي فما راح يكون يعني راح يكون واقعي اكثر طوروا على الاموشنز على الانفعالات سواء الغضب ضد اذا ضيعت ضربة ضيعت هجمة الغضب ضد الفريق المنافس الحزن يعني انفعالات كثير الفرح اللي هو بعد تسجيل هدف بعد الفوز بعد الشغلات هاي وفيه شغلات كثير طورت عليها فيفا بالتعاون مع فولتا طبعا هاي لسه هاي بالنسبة لفيفا العشرين اللي هو النظام اللي احنا منلعبه او اللي اللي هو طور المدرب او القصة او اي اي اشي اللي هي نظام الكرة الكرة القدم العادية في الملاعب الدوريات وشغلاتها وطبعا في انتظار الجيم بلاي تبع استريت فوتبول او كرة الشوارع اللي هي اللي راح اللي هي الجزء او اللي هي الاعلان الاكبر لا فيفا في النسخة هاي انه نزلت استريت فوتبول على الفيفا عشرين بدل ما تكون نسخة لحالة او لعبة لحالة فلسه ما شفنا الجيم بلاي تبعها لسه ما شفنا شو فيها حركات لسه ما شفنا كيف راح تكون محاكية للواقع كيف راح يعملوها طبعا تطوير هذا كل اياته اخدوا ردود الفعل اللي اجت من المطورين ومن الناس اللي بتجرب اللعبة في ناس طبعا عب توصلها اللي هون محترفين او ناس طبعا ممنوع ينشروا او ممنوع يعملوا او يسربوا اي معلومات او اي شي بيبعتوا لهم نسخة مصغرة من اللعبة او جزء من اللعبة يلعبوا وشوفوا ايش ممكن يطوروا او ايش الملاحظات اللي موجودة طبعا كمان اللاعبين السابقين شفنا اندرس انيستا شفنا ميسي شفنا يعني لاعبين كثار كانوا موجودين وعب يعطوا الفيدباك او عب يعطوا الاقتراحات والملاحظات تبعتهم انه لا هيك اللعبة مش راح تكون هيك راح تكون واقعية اكثر هيك مش راح تكون واقعية اكثر فهي الشغلات كلياتها واللعبة لسه في قيد التطوير لسه ما انتهت لسه ما وصلت للشكل النهائي فاحتمال نشوف كمان تريلر جديد او تعديلات جديدة في فيفا عشرين قبل ما تصدر في شهر تسعة الفين وتساطعش هذا كان كل اشي ممكن احكي عن فيفا عشرين طبعا هاي المعلومات اللي لقيتها في الانترنت او لقيتها في موقع اي اي سبورت عن الفيفا عشرين اكتبوا لي ملاحظاتكم بالتعليقات ايش رأيكم راح تكون اللعبة احسن من فيفا تسعتاش راح تكون اسهل راح تكون اصعب شاركوني باراءكم في التعليقات ولا تنسوا اني زي ما حكيت اني راح اجيب اللعبة ورح نلعبها راح العبها ان شاء الله قبل ثلاثة ايام من تاريخ اصدارها تابعوا لذاك التاريخ ولا تنسوا هذا التاريخ وسجلوا عندكم على التليفون او على الكالندر او الرزنامة او ايش ما بدكم لانه ان شاء الله ان شاء الله اذا الله احيانا لهذاك اليوم راح يكون اول فيديو على قناتي لفيفا عشرين قبل ما تنزل ثلاثة ايام بالعالم في النهاية لا تنسوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس من شان يصلكم كل جديد لا اله الا الله محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته